معلش أنا برجع للحالات اللي تواصلت معنا تاني وطبعاً يعني مش هذكر أسماء أو تفاصيل أكتر منك ولكن بيقول مثلاً أنا رحت للحد حسب تعبيره يعني بيقول لي شيخ فقال لي أنا عايز فلوس لأن اللي كانت عامنا العمل دي ماتت فهمسك في أصل القصة هل يروح ولا ما يروحش وهل أي حد بيمتهن هذا الأمر سواء في السحر أو التعامل في السحر يعتبر كافر السنة دا للآية وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فهل اللي بيشتغل في دا يعتبر كافر اللي بيشتغل في السحر المؤذي من ضمن توليد الطاقة السلبية أن يشرك بالله أن يعبد صنماً أن ينظر في عين تمثال ويستمد منه قوة أنه يفعل كده وكده من هذه الخرابيط أنه يتطهر بالنجاسات أنه يتضمخ بالنجاسات أنه يفعل أشياء مخالفة مخالفة واضحة لأمر الله سبحانه وتعالى فكأنه يبيع نفسه لهذا الإبليس أو لهذا الشيطان وبعد كل هذا العناء أثره ضعيف جداً الطاقة السلبية الصادرة بعد هذا العناء الذي يصل إلى الشرك وإلى الكفر عناءه الطاقة السلبية بتاعته بسيطة عمل زي كهربة البطارية البطارية اللي بتحبطها في الراديو الترانزيستور ده ولا في البتاعة إيه ده؟ إذن فيجب علينا أن نفهم هذه النقطة هؤلاء الناس ابتدأت تظهر بقى هو الدجل ده منتشر ليه؟ هاتو فلوس هاتو ديك عرفه أحمر ومش عارفين اللي هو بنشوفه في التمثليات وفي الأفلام كله ده دجل في دجل والقضية كلها هي أن السحر موجود لكنه مقدور من كل أحد أن يسيطر عليه ترجمة نانسي قنقر